الناس اللي بتقول ان احنا بنركز على العيوب او بنركز على السلبيات في المجتمع المصري لا احنا ما بنعملش كده اصلا ما بنركزش على سلبيات احنا بنتكلم على السلبيات وبنتكلم عن الايجابيات لما يكون فيه ايجابيات مبارح والنهاردة فيه ايجابيات في مصر كتير جدا لازم نتكلم عنها وما ينفعش نطلع نكلم حضراتكم من غير ما نسلط الدق عليه مبارح كان فيه لقاء لمحمد علي مع زميلنا اسامة جويش على قناة الحوار اتكلم فيه محمد علي كلام مهم كتير وكلام مهم وجديد ودي حاجة ايجابية مبارح وبالرغم من القبضة الامنية وبالرغم من الاعلام واحمد موسى والتشويه اللي حاصل لفلسطين واهلها ولكن جماهير في المباراة مبارح بتهتف باسم فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين مش بس كده اتنين من لعبنا لعبي المنتخب الأولمبي بيتضمنوا مع معازل عمرنا بيحطوا ايديهم على عينهم وبيقولوا ان محدش هيقدر يمنع الصوت ومحدش هيقدر يقتل حرية الصحافة ومحدش هيقدر يمحي فلسطين واهل فلسطين والقضية الفلسطينية من قلوب الشعب المصري الشعب المصري بيدلل بده مرة تانية مش جديد علينا بس للأسف وصلونا اللي لما يحصل اي نوع من انواع التعاون او التضامن الطبيعي لازم نشيد بيها لانها بقت قليلة اليومين دول عشان القبضة الامنية القبضة الامنية اللي خلت جنود عبدالفتاح السيسي او زباطه او امنه سميه وزا انت عايز سميه ومش عايز اقول الفاظ موسيقى يعني خلتهم اول ما يشوفوا علم فلسطين بيترفع في المدرجات يسيبوا المدرجات والهتاف والجمهور والكورة والماتش وانتباه الناس ويروحوا يشوفوا مصدر التهديد ده وكأن علم فلسطين وسط مدرجات مصر بقى تهديد تهديد لمين؟ عايزين نعرف لما يترفع علم فلسطين وسط المدرجات المصرية ليه قوات الامن تروح تشيل العلم وتعتقل اللي رفع العلم التهديد جاي لكم من ايه؟ خايفين من علم فلسطين ليه؟ هو اللي بيحكم مصر لا سمح الله صهيوني؟ هو انتوا بتدعموا الصهينة على حساب الفلسطينيين؟ هو انتوا مش مصريين زي المصريين؟ هو انتوا مش زينا علم فلسطين بيمثلكم رمز واعتبار وقيمة وتضامن مع اهل فلسطين اشقاءنا؟ ولا انتوا ليه خايفين من علم فلسطين؟ التهديد اللي بيمثله علم فلسطين في مباراة كرة قدم عايزين نفهم عايزين نعرف ليه العلم بقى حاجة وحشة وليه بقى تخليكوا تجروا زي كلاب الحراسة علشان تشيلوا العلم وتخفوه وتعتقلوا اللي فكر يرفع علم فلسطين على ارض مصر ما رفعش علم فلسطين في تل ابيب ما رفعهاش في حيفا وان كان علم فلسطين لما بيترفع في حيفا وتل ابيب من الفلسطينيين وولد البلد ما حدش بيجروا يعمل لهم حاجة ليه لما علم فلسطين بيترفع في ارض مصر ارض مصر العربية اسمها كده جمهورية مصر العربية لما بيرفعوا الولاد علم بلد بيحبوها وبيتضامنوا معاها وعلم بيمثلهم قيمة وتضامن مع شقائهم في فلسطين ليه بتعتقلوهم وليه بيبقى في حالة رابكة من امتى علم فلسطين بيعمل رابكة لقوات الامن في مصر السؤال مش من امتى بس السؤال ليه اللي مخوفكم هو علم فلسطين هيزعل مين هيزعل السيسي مثلا انتو عايزيننا نصدق يا جماعة ان الرجل صهيوني اكتر من إلي كوهين اللي قال عبد الفتاح السيسي صهيوني اكتر مني انتو عايزيننا نصدق يعني ان عبد الفتاح السيسي جاي علشان يعمل وينفذ مخطط صهيوني لتدمير مصر والمصريين علشان كده فرت في النيل وفرت في سروات مصر وبيزل المصريين وبيسجنهم وبياخد عقولهم اللي ممكن تدين البلد يحطها في السجون او بيضغط عليها علشان تخرج برا مصر عايزيننا نصدق ان مصر النهاردة بتتحكم من تل قبيب هنصدق لان افعالكم بتقول كده افعالكم بتقول ان اللي بيحصل ده عشان ترادوا بيه تل قبيب وافعالنا بتقول ان عيالنا عيال البلد هم اللي بهمهم مصالحنا هم اللي طبيعيين جدا في تضامنهم مع اشققنا اشققنا واخوتنا في الدين والتاريخ والعقيدة والنضال والوطن كل حاجة اللي بيننا وبين الفلسطينيين ولا السوريين ولا اليمنيين ولا الليبيين وجزائريين والسودانيين كلنا واحد والعراقيين وغيرهم كلنا واحد وحنرفع اعلامهم وحنهتف باسمهم لانه مش مجرد ورقة ولا قطعة قماش بتترفع ولا هتاف بيتقال على اللسان لا ضيقين في قلوب كل الناس في الوطن العربي وبل في العالم كله مش بس كلام بنقوله على لسان